يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة في وصفه لحال أهل النار قبل أن يتوجهوا إليها فيقول سبحانه وتعالى ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة هنا كلمة باسرة ربما تكون كلمة غريبة غير مستخدمة كثير ما معناها؟ معنى هذه الكلمة وجوه يومئذ باسرة إشارة إلى موقفها يوم القيامة قبل أن يتوجه بها إلى النار فيصف وجه الكفار أو وجه الكفار بأنها باسرة أي كالحة كاشرة سوداء مظلمة قالوا وهذا حالها قبل أن يتوجه بها إلى النار فالعياذ بالله قالوا لأن البسر هو الرطب قبل أوانه قبل أن ينضج يسمى بسر وابتسار الشيء هو أخذه قبل أوانه فهنا بسور الوجوه كما في قوله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر قالوا عبس وبسر يعني فهر وجهه وكلح وجهه قالوا هو تغير الوجه قبل أوانه فكذلك هنا هم أول ما يعرفون أن مصيرهم إلى النار تسود وجوههم بذلك الله سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة هذه نفس المعنى وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها ثاقرة في النار وتعذب عذابا شديدا فإذن البسر هنا فيه معنى التغير قبل الوقت الرطب قبل أوانه يسمى بسر تغير الوجه قبل أوانه يسمى ابتسار وبسارة ومنه قوله سبحانه وتعالى هنا وجوه يومئذ باسرة وهذا يقابله الآية التي قبلها عن أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والجمال إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها في الجنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقابلها وجوه يومئذ باسرة كالحة متغيرة سوداء بسبب تلقيها خبر دخولها النار والعياذ بالله إذن هذه كلمة بسرة والكلمة بسرة اليوم ما عدنا استخدمها في كلامنا العادي ولغتنا المنتشرة وإنما هي أصبحت تعتبر من الكلمات الغريبة التي تستخدمت في القرآن الكريم في مواضع محدودة جدا في باسرة هنا ثم عبسة وبسرة في سورة المدثر في أمان الله ترجمة نانسي قنقر